نروح لتونس ونتابع مع حضراتكم مستجدات الأوضاع بعد القرارات التاريخية والمهمة اللي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مع زملتنا در مختار مراسلة أكسرا نيوز من هناك يا در تحياتي ليكي من جديد وإيه آخر التفاصيل لديكي تفضل أهلا بك يا آية إذن نحن لازم نتواجد أمام البرلمان التونسي مع انتشار طبعا كبير لقوات الأمن والجيش طبعا مع بداية حضر التجول تقريبا بعد نصف ساعة من انطلاق حضر التجول الذي يكون من ساعة سابعة مساء إلى ساعة السادسة صباحا هناك هدوء تام تقريبا في الشارع أو حتى أرجاء المجلس أو حتى في الشوارع العادية ممكن هناك بعض المخالفات لكن الأمن والشرطة في كل الطرقات طبعا لأخذ بعين الاعتبار لكل من يتجاوز أو يخترق حضر التجول طبعا الشارع التونسي على غرار توجده الآن لازال ينتظر الاجتماع الذي موجود حاليا رئيس الجمهورية قيس سعيد لازال يجتمع بأعضاء المجلس طبعا وقيادات أمنية عليا وكل من لهم قرارات في الحكومة طبعا الكل يترقب ما هي القرارات الجديدة التي سيعلن عنها في هذا الاجتماع خاصة تعيين ممكن اسم لرئيس حكومة جديدة وهذا الأهم بالنسبة للشارع التونسي لانتلاق جديدة للمسار السياسي أو حتى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الصحي كما تعلمون جميعا أن الحالة الصحية في تونس في الفترة الأخيرة هناك تدهور وأوضاع صحية وبالتالي المواطن التونسي ينتظر هذا الأمر تحديدا في المجال الصحي وكذلك القرارات التي أشارتي لها يا دورة أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميلة دورة مختار مراسلة أكسفرانيوز من تونس على كل هذه التفاصيل والإضاحات اشتركوا في القناة